بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الوفو الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البطر هل ترى من فطور ثم ارجع البطر كرتين ينقلب إليك البطر خاطئا وهو حسين ولقد زيئنا السماء الدنيا بمصابيح وادعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعيد وللذين يكفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصيد إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فود سألهم خزنتها ألم يأتكوا النذير قالوا بلى قد جاءنا نذي فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحفا لأصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأثروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي دعا لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناسبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاطبا فتتعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم طافات ويقبضوا ما يمسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على ودهه أهداه أمن يمشي سغيا على طراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبطار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ضرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن ليجيب الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء المعين قل أرأيتم إن أصبح ماء جوهورا فمن يأتيكم بماء المعين